السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درس اليوم هو الدرس الرابع من الوحدة السادسة تمثيل النسب بيانيا الجزء الأول أهداف الدرس سوف نتعرف في هذا الفيديو واحد تمثيل النسب المتكافئة بيانيا اثنان تمثيل النسب المتكافئة بيانيا باستعمال الأزواج المرتبة عزيزي الطالب افتح كتابك صفحة 101 حل وناقش إذا كان في مدينة الألعاب يوم الجمعة ثلاثة أطفال مقابل كل أربعة بالغين ما عدد الأطفال في مدينة الألعاب إذا كان عدد البالغين ثمانية أو اثنى عشر أو ستة عشر أو عشرون شخصا الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل والآن هيا بنا لنعرض بعض أعمال زملائكم عمل سمير نلاحظ هنا بأن سمير اختار حل هذا السؤال عن طريق جدول النسب المكافئة لعدد البالغين إلى عدد الأطفال والتي تساوي أربعة إلى ثلاثة ثم قام بإكمال جدول النسب على النحو التالي نلاحظ هنا بأن عدد الأطفال الذي يقابل ثمانية بالغين هو ست أطفال وعدد الأطفال الذي يقابل إثنى عشر بالغا هو تسعة أطفال وعدد الأطفال الذي يقابل ستة عشر بالغا هو إثنى عشر طفلا وعدد الأطفال الذي يقابل عشرون بالغا هو خمسة عشر طفلا والآن لنأخذ عملا آخر عمل جميل قام جميل باستعمال جدول النسب المكافئة للنسبة أربعة إلى ثلاثة والذي يمثل النسبة بين عدد البالغين إلى عدد الأطفال وكتابة كل نسبة على شكل نقاط على المستوى الإحداثي النسبة أربعة إلى ثلاثة أصبحت النقطة أربعة وثلاثة النسبة ثمانية إلى ستة أصبحت النقطة ثمانية وستة ثم قام بتوصيل هذه النقاط بخط مستقيم على النحو التالي نلاحظ بأن الخط المستقيم يمر بعدة نقاط حيث كل هذه النقاط تمثل نسبة مكافئة للنسبة أربعة إلى ثلاثة يبين المستقيم في التمثيل البياني وجود صلة بين ثمانية بالغين وستة أطفال وبين اثنى عشر بالغاً وتسعة أطفال وبين ستة عشر بالغاً واثنى عشر طفلاً وبين عشرون بالغاً وخمسة عشر طفلاً والآن عزيزي الطالب تأمل عمل كل من سمير وجميل ثم أجب عن السؤال التالي لماذا لا يحتاج جميل إلى إكمال الجدول للإجابة على السؤال الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل لازلنا عزيزي الطالب في الصفحة 101 التركيز على ممارسات الرياضيات أنقض وبرر كان عدد الأطفال في مدينة الألعاب خمسة وعشرون طفلاً وعدد البالغين خمسة عشر بالغاً قال حمد إنه كان يوجد خمسة أطفال مقابل كل ثلاثة بالغين هل هو على صواب؟ وضح إجابتك الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل الإجابة على هذا السؤال هي نعم إذا أنجأت جدولاً يتضمن نسباً مكافئة للنسبة خمسة إلى ثلاثة سيتضمن الجدول النسبة خمسة وعشرون إلى خمسة عشر يمكنك كذلك تمثيل النسب المتكافئة الواردة في الجدول بيانياً لتلحظ أن المستقيم يمر من نقطة خمسة وعشرون وخمسة عشر السؤال الأساس كيف يمكنك استعمال الجداول والتمثيلات البيانية لعرض نسب متكافئة والآن افتح كتابك عزيز الطالب صفحة مئة واثنان مثال واحد استكشاف النسب في الجداول والتمثيلات البيانية اشترت فاطمة بالونات من مجر لزينة الحفلات أنشئ جدولاً لتوضيح المبلغ الذي أنفقت فاطمة لشراء ثلاثة أو ستة أو تسعة أو اثنى عشر بالوناً ثم مثل بيانياً أزواج القيم واستعمل التمثيل البياني لإيجاد تكلفة ثمانية عشر بالوناً والآن قبل الإجابة على هذا المثال دعونا نجيب على هذه الأسئلة ما تكلفت ثلاث بالونات كيف عرفت ذلك؟ أحسنت تكلفة ثلاث بالونات هي اثنان ريال قطري من خلال لوحة الأسعار سؤال الثاني ما تكلفت ست بالونات إجابة رائعة أربعة ريال قطري والآن لنبدأ بحل هذا المثال أنشئ جدول نسب متكافئة لإيجاد تكلفة ستة وتسعة واثنى عشر بالونا الآن سنقوم بإكمال جدول النسب الذي يمثل النسبة بين عدد البالونات والتكلفة والذي يساوي ثلاثة بالونات مقابل اثنان ريال قطري الآن سنكمل جدول النسب على النحو التالي يمكن استعمال القيم الواردة في الجدول لكتابة الأزواج المرتبة النسبة ثلاثة إلى اثنان تمثل النقطة ثلاثة واثنان النسبة ستة إلى أربعة تمثل النقطة ستة وأربعة النسبة تسعة إلى ستة تمثل النقطة تسعة وستة النسبة إثنى عشر إلى thamänge تمثل النقطة اثنى عشر وثمانية إذن تستطيع فاطمة شراء ثلاث بالونات بمبلغ اثنان ريال قطري أو ستة بالونات بمبلغ أربع ريال قطري أو تسعة بالونات بمبلغ ستة ريال قطري أو إثنى عشر بالونا بمبلغ ثمان ريال قطري والآن مثل في المستوى الأحداثي أزواج القيم لكل نسبة X إلى Y صل بين النقاط وارسم الخط المستقيم من المستوى الأحداثي الذي أمامنا يوضح بأن المحور X يمثل عدد البالونات والمحور Y يمثل التكلفة بالريال القطري الآن سنقوم بتمثيل هذه الأزواج على المستوى الأحداثي على النحو التالي النقطة ثلاثة واثنان النقطة ستة واربعة النقطة تسعة وستة النقطة اثنى عشر وثمانية ثم سنقوم بإيصال هذه النقاط بخط مستقيم على النحو التالي والآن لإيجاد تكلفة ثمانية عشر بالونا علينا تحديد ثمانية عشر من المحور X صعودا نحو المستقيم المتقطع وتحديد النقطة عليه ثم من هذه النقطة اتجاها إلى المحور Y وتحديد النقطة التي تقابلها إذن تبين النقطة ثمانية عشر واثنى عشر تكلفة ثمانية عشر بالونا إذن تكلفة ثمانية عشر بالونا هي اثنى عشر ريال قطري الآن تتبع حل هذا المثال بصريا ثم أجب عن السؤال التالي هل يقدم الجدول كل المعلومات المطلوبة لحل المسألة وضح إجابتك الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل لازلنا عزيزي الطالب في الصفحة مئة واثنان حاول أن تحل مع إحداثيات النقطة التي تمثل عدد البالونات التي يمكن شراؤها بمبلغ ستة ريال قطري الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل والآن قارن وتحقق من إجابتك من خلال تتبعك لخطوات الحل أولا سنقوم بالاستعانة بالمستوى الإحداثي الذي قمنا بإنشائه في المثال رقم واحد ثم نقوم بتحديد النقطة التي تقابل ستة ريال قطري من المحور واي ثم نقوم بتحديد الإحداثي إكس الذي يقابل النقطة والذي يمثل عدد البالونات ونلاحظ هنا بأن عدد البالونات الذي يمكن شراؤه بستة ريال قطري هو تسع بالونات إذن إحداثيات هذه النقطة هو تسعة وستة أقنعني صفحة مئة واثنان كيف يمكنك استعمال التمثيل البياني لإيجاد تكلفة خمسة عشر بالونا الآن أوقف الفيديو أجب عن السؤال أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل والآن هيا بنا لنحل هذا السؤال سويا أولا سنقوم بالاستعانة بالمستوى الإحداثي الذي قمنا بإنشائه في المثال رقم واحد ثم نقوم بتعيين خمسة عشر على المحور إكس ثم تحرك إلى الأعلى حتى تصل إلى المستقيم المتقطع لإيجاد قيمة واي المناظرة لها وهي عشرة إذن تكلفة خمسة عشر بالون هي عشرة ريال قطري إلى هنا يكون قد انتهى الجزء الأول من درس تمثيل النسب بيانيا دمتم أعزائي بكل خير وإلى اللقاء في الجزء الثاني من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر